هرجع تاني لأخبار النادي الأهلي عشان معايا خبر مهم جدا للنادي الأهلي بس معايا مداخلة عبرزوم مهمة جدا مع نونو مارتينيز المدير الرياضي لنادي سجرادة الأنجولي بعد خسارته أو خسارة النادي اليوم من نادي الزمالك يا فندم مشرف ومنور سعيد بتواجدك معايا على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 حاجات مهمة كتير مش هعرف ان انا ارتب الموعيد طبعا انا ما سمعتش طب نأسل حالك السؤال الأول رأيك في مباراة اليوم بين الزمالك وسجرادة وفوز الزمالك اليوم بهذه المواجهة هل كان يستطيع سجرادة ان يقدم ما هو افضل في هذه المواجهة ام قوة نادي الزمالك النهاردة كانت لها الغلبة في حصد السلاس نقاط انا النهاردة يعني حاول عمل اللي عليه لان احنا ذكرنا الزمالك كويس جدا النهاردة الجيم كان صعب جدا لعبنا مع منافس صعب جدا فريق من اقوى الاندية في الفريق المصري او في مصر كلها فريق من اقوى الاندية احنا عندنا تأثير كتير من عندنا بس يعني هو النتيجة تبقى واحد سفر ده حاجة كويس جدا لنا طبعا التأثير اللي حصل النهاردة ده بسبب ان الزمالك هو عارف يلعب على الملعب ده كذا مرة وده اول مرة ان احنا نلعب على الملعب ده سجرادة بعد الهدف اللي دخل في مرمى وهو يعتبر هدف شبه مبكر يعني ما كانش له اي ردة فعل على مرمى نادي الزمالك يعني كرات كلها مش خطيرة على مرمى نادي الزمالك هل لم يتوقع سجرادة ان يدخل فيه هدف في مباراة اليوم اكنا متوقع ان المباراة تنتهي بالتعادل السلبي احنا كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطلع بنتيجة كويسة بس يعني طبعا الزمالك كان بيلعب على الشوت بره ال 18 ودي كانت حاجة بينة جدا هم متضربين على اللعبة دي الزمالك عنده 3 لعيبة كويسين جدا بيعملوا فرق كبير جدا منهم رقم 25 زيزو يعني مؤثر جدا وعارف هو بيعمل ايه وباين جدا في التكتيك ان هم نزلين متضربين على كورة هو وشيكابالا شايف مين لها حظوظ اكبر في هذه المجموعة في السعود للدور القادم انا هكون صريح معاك موضوع مفهوش كصوف فيه ثلاث فرق بتنافس كودي جدا واولها الفريق المصري الزمالك هو الزمالك هو احنا شايفين ان هو اقوى فريق موجود في المجموعة وممكن نقول ان احنا بعديهم والفرق الباقي يعني بتبقى اصعب عليهم اكتر مننا واحنا شايفين ان ابو سليم برضو هو ممكن ينافس يعني يبقى الاول الزمالك احنا التاني ابو سليم التالث الزمالك اساسا يعني هو من اقوى الفرق ان احنا اصلا اول ما الفريق ده كان معانا في المجموعة احنا كنا متخضين جدا يعني زي من الفرق لان هما منظمين جدا عندهم فرق قوية جدا واحنا بنحترمهم يعني شايف فرايك من المرشح الاكبر او المرشحين اللي الفوز بهذه البطولة هذا العام الزمالك يعني انا هكون صريح مع نفسي قبل ما اكون صريح معاكم انا دايما بكون صريح حتى من ايما يعني السباء صعب الزمالك مؤشراته احسن اهدافه الزمالك برضو يعني بيلعب بقوة بيلعب بجدية احنا ممكن نخش في السباء ولكن احنا نكون متفقين ان اللي هيكسب او اللي احنا حاسينه مية في المية هيكون هو بطل الكمفودرالية هو فريق الزمالك المصري واحنا كمان بنخش يعني في الكمبيتشن او في المنافسة ولكن الزمالك هو هيبقى اول حد يعني هو الزمالك لانه هو اقوى حد في المجموعة وانه هو صعب ان اي حد في المجموعة ينفسه يعني نونو مارتنيز المدير رياضي لنادي سجرادة الانجولي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة